أعلنت اللجنة الفعلية للأساتزة المتعاقدين بالتعليم الأساس الرسمي عن الاستمرار بالإضراب حتى دفع حقوق الأساتزة يأتي هذا القرار بعد دعوة وزير التربية عباس الحلبي إلى الكوادر التعليمية بالعودة للتعليم صباح 15 شباط الحالي يعني جلسة اللي عملوها كرميل الأساتزة ما حلت المشكلة ما عملت له شيء طب يا عبدو ليه متعجب لا بس هذا كان معه خبره الحلبي قبل ما يروح على الجلسة إنه ما رح تظبط معهم ليشوا عملوا الجلسة خلص لأنه المئة تبدو الجلسة عملت أول جلسة كرميل الدواء والمستشفيات ما استفادوا الناس حدثوا لحرج المستشفيات يعني ما حدا بيغطي ما فيه تغطية ما فيه يعني تأمينات وحقهم المستشفيات يأخذوا حقوقهم بس المواطن كمان حقه يتطبب مش يصلخولوا جلده لا يقدر يحافظ على حياته عندك تاني مرة الجلسة الكهرباء بعد الكهرباء مثل شجرة العيد يعني بتجي ديقتين وبتروح بتضوي وبتطفيها إذا أجت جديقتين والمدارس هيا هون ردوا ما في مدارس وبعدهم تلميز برات المدرسة بكرة شو راح يعمل وزير التربية بس يجي وقت الامتحان الرسمي شو بيعمل مدارس خاصة عم بيتعلموا الولاد مدارس رسمية بعضهم برات التعليم هيدا إذا كفت المدارس الخاصة مع الدولار اللي عم بيطلعوا شو راح يصير يعني وشو بيعمل نجيب العجيب بهذه القصة أنه ولا جلسة عم تثبط معك لشو عم تعمل جلسات لكين ولفتت اللجنة إلى أن الحقوق هي بدفع حوافز شهري 130 دولار فراش ودفع المستحقات شهريا واحتساب سعر صيرة فخاص بالأسيدزة للمحافظة ولو جزئيا على قيمة إجر الساعة بالإضافة إلى 390 دولار عن أول فصل لأنها حق مكتسب وعلى أساسها علموا الأسيدزة الفصل الأول يلي كانوا وعدينهم فيهم يعني كما دفع العقد الكامير رقم 235 بعد ما تم ظلم المتعاقدين بالأساسة عند تنفيذه فقط لمتعاقدي الثانوي إضافة إلى حوافز أخرى أعلنوا بالبيان اللي صدر مبارح شو راح يعمل وزير التربية؟ شو راح يعمل النجيب هلأ من بعد ما عارف الأسيدزة لا يناقش الموضوع يجب لهم مليار زياد بس إني كانوا معهم خبر أنه ما راح يرجعوا لأنه اللي أدموا لونيا وكانوا عارفين شعب يأدموا مرفوض مسبقا وهذا اللي حكيناه مع النقيب أو مسؤول الأسيدزة الأسبوع الماضي وقال أنه هيدا ما بتوفينا مرفوضة لأنه كانت نتيجة الجلسة مليار لتكفي حتى لوصولهم للمدارس شو مليار؟ سوري وهلأ في عندك بعضهم أضربين موظفي القطاع العام بعدهم كما بالأضراب والتوقف عن العمل المؤسسة كلها مشلولة هون ما عم نسمع صوت مسؤول عن جدي حل المشكل هون الضرورة هون العاجل هون تسير شؤون الناس مش هيك لازم مش حكومة تصريف أعمال تسير شؤون الناس كم سيارة صارت عم تشوف بلى لوحات على الطريق؟ فضى كم سيارة؟ مش زنب الناس أكيد مية بالمية مية بالمية شو بيعملوا الناس بدون نكفوا حالهم كم ورقة عالقة بالمؤسسة؟ صحيح مية بالمية يعني ما عنده راء ثبوتية ما بعرف إذا ما بعرف ما بعرف واحد يقدرسلش الشيء معنجد فيه فيه تسجيل؟ ما هذا السؤال السؤال الكبير إيه لا وزير الداخلية هيدا مش فاضي